اشتركوا في القناة بالضفة الغربية وقطاع غزة وافد بلاه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين في الخارج بان هذه المساعدات الانسانية تتكون من ربعون مليون طن من المواد الغذائية الاساسية وادوية للحالات الطارئة والاغطية البلاه اشار الى انه سيتم تسليم المساعدات الانسانية بواسط الطائرات القوات المسلحة الملكية ويأتي القرار الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يكمل المصدر كجزء من دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها المستمر مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولقى بلاغ الوزارة المعنية الى ان المملكة المغربية سبقا اذانت اسرائيل باشد الحبارات العنف المرتكب في الاراضي الفلسطينية المحتلة في انتظار رأيكم متابعين الكرام